رحب بكم مرة تانية يا عزيزيان مشاهدين رحب بالزميل العزيز كابتن أحمد فوزي مساء الخير يا حبي مساء الفول يا كابتن إزاي حضرتك عندي الله يخليك الله يخليك إيه الأخبار النهاردة من الأول قبل حراس المهار يا رب خير إن شاء الله بص يا كابتن يعني الأمل موجود الفرقة زي ما هي منظمة هجوميا جدا 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 بس هم عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا 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 فعندهم معدل أهداف عالي 1.87 من 100 بيحرزوه بس بيقدامه بيخش واحد و 3 أهداف بتخش فيهم فهم هنا أنت بتلعب زي ما بيقوله ريسك وهو الراجل بيحب الريسك جدا بيحب يهاجم بتسع لعيبة وبواقف اتنين بس عشان كده معظم الهدف اللي بتيجي فيه انفراضات من نص الملعب عنده مشكلة كبيرة جدا في الناحية الدفاعية اللي هي إيه إن الطرفين بيخشوا عشان يبقى خماسي مع التلاتة بتوع نص الملعب فالطرف بتاعته بتبقى فاضي على طول لأنه بيعتمد على أنه يضغط في مكان اللي بتططع منه كرة الكلام ده لو قدرنا أن احنا نخرج بالكرة سريمة من تحت أعتقد أن احنا هنروح إن شاء الله ونسجل بأمر الله ونكسب المباراة حراس المرواب حراس المرواب نبتدي بالشنووي زال المرواب اللي فاتت الشنووي أعتقد النهاردة المباراة هكون تقيلة عالي جدا المباراة بيتميزوا بالتسديد من خارج التمتاشر عندهم إمكانية كويسة جدا في تحضير اللعبة من تحت في نقطة مهمة جدا 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 الشنووي النهاردة لازم يكون في تفاهم مع خط الظهر كويس جدا لأنه هم بيحبوا يلعاب 1,2,1,3 جوه السيكس يارد وجوه التمنتاشر فلازم يكون في تفاهم ما بين الشنووي وما بين خط الدفاع لازم يكون التوجيه كتير النهاردة خاصة من الاطراف زي ما أقول لحديتك هم بيدخلوا الاطراف وبيطلعوا الوينجاد برة لو إحنا مش بركزين في دي هتبقى مشكلة كبيرة الباكباس عندهم لما بيوصلوا على الطرف تتعامل على طول عشان كده لازم يكون في كلام لمراوان وديانج لما يخشوا التمنتاشر يقفلوا الحتة بتاعة نقطة البنالتي لازم يكون الشنووي زي المباراة اللي فاتت بالزبط هيلاقي تزديدات من جوة التمنتاشر فلازم يطلع يقفل الزاوية بسرعة زي ما عمل مع كورة روماريني والماتش اللي فات لازم يتكلم مع الدفينسة على طول ده لازم النهاردة التفاهم من أكتر الحاجات اللي هتفرق النهاردة الكلام الكتير لأنه هم بيلعبوا كورة سريعة وعلى الأرض هم مش بتوع كورة طولية يعني هم زي تقريباً بتحجد ده ولكن هم عندهم تزديدات أقوى عندهم الأكيروس الزبط أو أن هم بيباسوا كورة معارفين هم بيباسوها إزاي فأعتقد لازم يبقى فيه كلام كتير فيه نقطة إيجابية إن شاء الله هنتكلم عليها في الآخر إن لو وصلنا ضرباء الجزاء إن شاء الله وأنا أتمنى حاجة زي كده لأن على العكس الحارس بتاعهم استناد يتحسب عليه ست ضرباء الجزاء مصدش ولا واحدة إنما الشناوي إن شاء الله ربنا كرمنا وصلنا ضرباء الجزاء أعتقد إن إحنا هيكسبنا الشناوي بأمر الله الكورة العالية هم ما بيلعبوش عوالي كتير ولكنهم بيلعبوا على تحت كورة عالية ما بتيجي واحد ما بيلعباش مباشرة في الجوم بيحضرها لتحت حد جاي من على 18 عشان كده لازم يكون في حركة مستمرة بالنسبة للشناوي إن شاء الله يكون من أسباب مكساب نزال مغرار إن شاء الله بإذن الله نتكلم من النحية الثانية على فابيو فابيو وينيسون حارس عنده 43 سنة موليد 30 ديسمبر 1980 بالنسبة للدور البرازيلي مش كبير لو هنفتكر مع بعض شيل لفيرت قاعد يلعب لحد 45 سنة دي ده بعد ما بطل وعنده 37 سنة في اسمي اللي راح لعب 6 سنين في البرازيل في حارس كنفريال مدريد برضو أشوال وبرضو راح لعب بعد ما وصل 37-38 سنة الراحل الاسم مش حضرني فهم في البرازيل عندهم بيهتموا أو الحارس بيبقى كبير في السن بيبقى خبراته أعلى مش قصة كبيرة أنه كده ولكن هي تفرق معنا وتباليها حاجات جابية هو مميزاته 189 سنة أي حاجة في السيكس يارد هيعرف تعامل معها في الكروسات في الشوتينج جسمه بيفرق لو الكرة قريبة منه رايبة إنما دي أنا نتكلم فيه بعد كده في العيوب 189 سنة بيعرفي لعب بالقدمين كويس جدا راجل بيعتمد عليه في الخروج بالكرة من تحت لأنه هو مميز في الباصنج كويس جدا ولكن نظرا لكبر سنه تحت الضغط العالي يبقى فيه سنة بطئك عشان كده أتمنى أن لو الكهرباء اللي هيبتدي يبقى على طول بيضغط على وينسون أو فابيو إن شاء الله هيقدر يقطع واحدة منه من مميزاته برضو إنه نظرا لجسمه الفارع على طول بيقفل الدقاءة وبيقفل الدقاءة كويس أول إنما البعيدة بالنسبة له صعبة زي ما تكلمنا عن المعيوب في الموتش اللي فات هو نفس الكلام تقريبا ولكن هنا فيه نقطتين بقى من العيوب اللي عنده السن الكبير عمله قلة رشاقة ومرونة أي حاجة يا كابتن بعيدة عنه متر ونص أو اتنين متر صعب عليه صعب عليه جدا لأنه عشان ينزل من فوق لتحت بياخد وقت كبير جدا عشان كده أي حاجة على الأرض في الزوال بعيدة إن شاء الله نحرز إزاي ما عملنا مع المعيوب في الجون التاني والتالت إن شاء الله إن شاء الله ده يكسبنا النهاردة نقطة واحدة نقطة اتنين ما بيخرجش برا السكس يارد دي مشكلة كبيرة برا السكس يارد ما بيتحركش في أي أوفر جاي من فوق من تحت أي باك باس راجع لورا ما بيتحركش مع الكرة القدام عشان ييفل زاوة وبيلعب على الحتة بتاعته رقم ثلاثة هم بقى في دي ميزة عنده هو في الانفرادات كويس أول عشان كده هم بيهاجموا على طول قدام ومستنين إن لما يروح على الانفرادات هو يشيل بس إيه اللي يتعبه وقف الانفرادات يا كابتن أي حاجة من بعيد لأنه بيقرب جسمه وبيقفل كويس جدا وبيعرف فعمل نجمة مميز فيها جدا إنما لو أي حاجة من بعيد جنب رجلية اليمين أو الشمال إن شاء الله هنقدر نحرز منها فهي العيوب بتاعته تتلخص فيه قلة رشاقة ومنورة قلة سرعات كتير جدا يعني لو كرة صدها وردت عشان يقوم تاني ويتحرك على كرة نتمنى إن إحنا نقدر نقدر نسجل في النقطة دي نقطة إيجابية برضو أنا زي ما قلت حياتك إنه ما بعفش يصد ضربات جزاء زي ما قلتك ست ضربات جزاء ما صدش ولا واحدة السنة دي في العموم تحسب عليه تلاتة واربعين بنالتي ست ستة في تاريخه كله فده رقم بالنسبة للحراس مش إيجابي أتمنى إن شاء الله نوصل يعني لو ما كسبناش في التسعين دقيقة ما نستعجلش نخلي الجيم زي ما هو لإنهما هيفتحوا في الآخر وسننا إحنا عمل السن أيها بالذبط سننا إحنا بالنسبة للسنون كل ما الماتش بيتطول عمل السنهم بالذبط أيها السن هيفري معنا إحنا وصلنا ضربات جزاء إن شاء الله إن شاء الله عن ثقة إن شاء الله إن شاء الله رب العمين واذا نرقى آخر بعد المرأة إن شاء الله بعد فوز الأهل إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا